قالوا أن الأهلي بيدرس قطع عارض عبد المنعم لتعويض غياب متولي محمد عبد المنعم معار من نادي الأهلي لسموحة فبالتالي بعد غياب متولي لكل تكهن أو اكتهد قال لك أن الأهلي ممكن يرجع محمد عبد المنعم مع المعار لسموحة بس ما سمعتش حد قال مثلا على الجزارة وان الجزار برضو معار للجونة مثلا فالحقيقة في الموضوع ده هتكون ايه؟ هتكون على حسب العقود العقود فيها البنود مثلا فيها هل تدي النادي الأهلي الأحقية فيه أنه هو يقطع عارض اللعب مثلا ولا لا لكن المؤكد في كل الأحوال أن النادي الأهلي بيحترم عقوده مع الأندية ومع اللعبين وكلام منه فبالتالي أنت مش هتقدر تأخذ أي خطوة غير لما يكون مسموح لك في العقد عارض اللعب ممتدة لحد آخر الموسم ممكن بعد كده يتم تقييم الأمور هل هم عايزينه دلوقتي حيبصوا في العقود ينفع ما ينفعش في كل الأحوال أنت ما تقدرش تلعب في العقود أو ما تقدرش يعني تكسر اتفاقاتك مع الأندية وحنا عارفين دايما اتفاقات النادي الأهلي ليش محتاجة حتى عقود هي بتبقى من خلال الكلمة طيب ده فيما يتعلق بمحمد لشقة آخر أو اتنين لعيبة كمان معارين من النادي الأهلي وده من صفحة ماجيكانو على فيسبوك واللي قالت أن سموحة بيطلب تجديد استعارة السنائي صلاح محسن وناصر مهر لعابي النادي الأهلي المعارين لسموحة الكرار مش هيكون دلوقتي وهيكون يعني مطروك للجهاز الفني للنادي الأهلي عقب انتهاء الموسم هو اللي يحدد هل هو محتاج الاتنين لعيبة دول أو مش محتاجهم لو محتاجهم لا هيكونوا موجودين مش محتاجهم ممكن يمد الأعارة ممكن يروحوا أعارة لنادي تاني لكن الأمر اللي احنا كلنا متفقين عليه أن الاتنين في الحقيقة إمكانيات مميزة جدا سواء صلاح محسن أو ناصر مهر ولعيبة كبار لكن كله طبعا بيترطب على الرؤية الفنية الخاصة به مستر ريني فيلو رجاز الفني الحالي بالنسبة للنادي الأهلي طيب احنا عايزين بقى نقرب من الصورة بشكل أكبر كده ونخش كواليس مبارات القمة وبداية استعدادات النادي الأهلي لهذه المبارات والبداية النهاردة